نزح مئات الألاف من رفح الفلسطينية إلى شمال ووسط القطاع هرباً من القصف الإسرائيلي وكسببت درجات الحرارة في زيادة الأوضاع المأسوية التي يعاني منها النازحون في جنوب قطاع غزة المدمر وتحديداً في خان يونس نزح مئات الألاف من رفح الفلسطينية إلى المدينة هرباً من القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين العائلات الفلسطينية حملت أطفالها واضطرت للخضوع للتهجير القصري المتكرر والذي لا يتوقف حياة غير أدمية وواقع مأساوي وسط نقص الماء والغذاء والدواء ومخاوف من انتشار الأوبئة في أنحاء القطاع الماء نشربها ملوة نفسنا بشربة ماء نظيفة والله نفسنا بشرب نيجي نشرب الماء نشربها زي النار لم تقي رحلات النزوح الفلسطينيين ويلات العدوان الإسرائيلية ولم يوفر جنوب القطاع الأمان الذي وعدت به القوات الإسرائيلية حيث اضطر النازحون إلى العودة مرة أخرى إلى وسط وشمال القطاع كما يعاني الأطفال من واقع أليم في ظل عدم توفر الاحتياجات الأساسية وانتشار الحشرات القاتلة ارتفاع درجات الحرارة زاد الأمر سوءا داخل المخيمات التي لا تستطيع أن تقل فلسطينيين برد الشتاء أو حتى حرارة الشمس